بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم ابناء الطلاب طلاب مع حصة جديدة من حصة مع مستر شريف الهواري. اه كالعادي يا ولاد الاول مرة بيتفرج علينا يقدر يدخل على القناة تحت الفيديو ده من الصورة بتاعت القناة. اه وتقدر بعد كده تدخل على الصفحة الرئيسية او اه طبعا البلاي لست اللي هي القوائم التشغيل. علشان تشوف كل الفيديوهات بتاعتك بالكامل ومرتبة فيديوهات الترم الاول. تعالوا مع بعض كده نحل آآ السيرة كتاب المدرسة. آآ السيرة كتاب المدرسة السيرة مهمة جدا. فتعالوا مع بعض كده نشوف الاسيرة تعطي الكتاب مع بعض. آآ الاول تعالوا نفتكر آآ يونيت وان ليسون وان يا ولاد نعمل كده عليها سريع. آآ اللي هي كانت بعنوان آآ ميجورنج ميجورنج طولز. طب ايه مستر موضوع الميجورنج طولز ده? احنا عارفين يا ولاد ان احنا عندنا آآ ثري كوانتيتيز تلات كميات اللي هي اللنث والماس وايه كمان? لنث ماس اند فوليوم. نمسك واحدة واحدة ونفتكرهم مع بعض بالتفصيل. آآ طبعا طبعا الميجورنج تيب اللي هو المتر الشريتي. المتر اللي هو الشريت ده. اللي احنا ممكن نفرده على حيطة على مسلا على مسلا طول حد من زميلة عايزة اسطوله. او اللي هي المصطرة. الرولر طبعا اللي هي المصطرة. اللي احنا ممكن نقيس بها اللي هو حاجة صغيرة. طيب ماشي يا مستر. يبقى ده عبارة عن او طول حاجة كبيرة. لايك مسلا روم لنث لايك مسلا طول شارع. تمام? لايك آآ آآ ده طبعا اللي هو الميجورنج تيب. اما الميجورنج رولر المصطرة اللي هي الاطوال الصغيرة. طب يا مستر. انا استحاجة وطلعت مسلا وان وان اي. والله اما لو كان طبعا هتبقى وان ميتر. طب لو كانت سمول يا مستر هتبقى سنتيميتر. يبقى عندي الميجورنج يونت اف لان ميتر او سنتيميتر. لو حدد لي بقى وقال لي هقول له ميتر. وكمان فيه كمان يا ولادي الكيلوميتر ما ننساش. ونفتكر مع بعض كمان ان الوان كيلوميتر اكوال وان ثاوزاند ميتر. الوان كيلوميتر اكوال وان ثاوزاند ميتر. طيب ده بالنسبة للنث. طب ما تيجي نشوف يا مستر الماس. الماس استيميتت باي او ميجورد باي بتتقاس عن طريق اولاد. الكومون بالانس اللي هو الميزان اللي احنا عارفينه. اللي هو طبعا البالانس اللي هو ده اللي هو عارفينه ده. طيب او يا مستر اللي هو الميزان الحساس خالص اللي هو موجودة عند بتوع الدهب آآ عشان نقيس طبعا الماس اه سمول سمول باديز لايك رينجز لايك لايك بصفة عامة الدهب والفضة. طيب آآ الميجورنج يونيت والله يا مستر لو انا بستخدم الكومون بالانس. انا بقيس كده آآ تقيلة. يبقى اليونيت بتاعتي كيلو جرام. تمام كده? طب لو انا بقيس او ح thermal باستخدم بالانس يبقى اليونيت بتاعتي بالجرام. يعني انا والله لو بقيس بال وبالانس? واقال لي واعنى واون كيلو جرام اكيد. لكن لو انا بستخدم والآله واان يبقى او ان يبقى يا ولاد? طب كده يا مستر عارفنا. وعارفنا او افتكرناهم. احنا الفوليوم في عندنا او في عندنا اللي هو ما لهش شكل معين. تمام? مسلا الحجر طوبة انت بتقيس بتاعه حجمه ايه? تمام? يعني الحجم ده هيشغل مساحة ايه? هيشغل هيشغل تمام? وفي عندنا اللي هو يعني حاجة منتظمة. تمام? لايك كيوب مسلا مكعب كده. طيب تعالوا نفكر الاول في اللي هو زي مسلا اه او استخدم اه عشان اه ولو تفتكروا مع بعض او نفتكروا معي كده انا كان بيبعا عندي كده اللي هو اللي هو ليس مو يا مستر سلندر عشان في كده في تدريج في كياس كده في ارقام اه مسلا بتبدأ مسلا من منتين لحد مسلا وان هاندرد. تمام يا ولاد? فانا فانا بقيس بحط الحاجة بتاعتي انا مسلا عندي ايه ايه انا هنسمع لكم الاول اوضح شوية كده. تمام? ولا حطيت الووتر ده الووتر ده وصل لحد مسلا سنتيمتر. تمام? جيت بعد كده حطيت الحجر دوت اللي هو يعني بادي مش شكل او شكله مش منتظم. شكله غير منتظم. فاللي يحصل? تقول لي يا مستر الاول ما حطيت الحجر ده لقيت المية دي مستوى او مستوى المية التفع. وصل مسلا لاتي. اتي كيوبيك سنتيمتر. تمام كده? ده معناه ايه? معناه يا مستر ان او او فيتو اللي هو الفوليوم الجديد. ماينس الفوليوم القديم بتاع الووتر بس. يبقى ايتي ماينس فيفتي هيطلع فيها كده يا ولاد انا قدرت اجيب الفوليوم او طب باي ايه يا مستر? باي يوزينج سلندر او بيروعلي سلندر. طب بوقت ايه بتاعته انا ايه يا مستر انا على فكرة انا شغال. اليونت بتاعتي اسمها كيوبيك سنتيمتر. كيوبيك سنتيمتر. يعني انا حطيت المية هي وبقيس الفوليوم بتاعها. طلعت فيفتي زي ما احنا قلنا من شوية. فيفتي ايه? فيفتي باونز? لا يمستر فيفتي كيوبيك سنتيمتر. تمام كده? اللي هي سنتيمتر وعليها رقم ثري كده من فوق يا ولاد. طب ده بالنسبة اللي هو الريجولار بادي. وتباوز اف ريجولار بقى. ريجولار بقى المرضي المرضي انا بادي. انا عارف بتاعه. وعارف وعارف هايت. هاستخدم ايه كده يا ولاد? هنا هاستخدم قاعدة. طبعا هاستخدم بتاعته. يعني اللي هي اللينث والويتس والهايت. طبعا باي يوزينج رولر. مصطرة. الرولر بتاعتي همسكها احطها على المكعب ده. كارتونة مسلا عندي في البيت. وعايز ايسي بتاعها. هايز بالمصطرة اللينث والويتس والهايت. اللي ما بلقى لهم بالعارف بالطول والعارض والارتفاع بتاعها. واعمل له طبعا اقول كده الويتس تايمز تايمز الهايت. ويطلع الفوليوم بتاعه بالكيوبيك سنتيمتر. كده احنا عملنا سريعة كده على آآ تعالوا بقى نشوف اسئلة الدرس ده وانحلها مع بعض. يلا مع بعض كده. طبعا هنا اول سؤال باللكم يعني كمل. واظون تشوفنا السؤال ده من القرار في كتاب الامتحانات. يعني واضح يا مصر اللي هما بيجيبوه من كتاب المدرسة. يبقى هايز ايه? هاي يا ولاد? هايز طبعا ماس. برافو عليك واكيد انتم سبقتوني دلوقتي. طيب كويس او. لو انا باتكلم عن الكيلو جريم زي ما نلسأ لكم من شوية. هو ايه? هقول له طبعا ايه? هقول له طبعا ايه? هكتب كده هكتب كده هكتب كده هكتب كده هكتب كده ايه? ايه? ايه. ا влиى. ايه ايه? ايه ده اييه? لاه عارش لن. ايه الاطوال الكبيرة او ايه. اه نمبر فايف? ادي. Love performance يا Adriاني من شوية? طبعا استريعين من شوية. لانستر. لان هقول ساعتها السائل طبعا. هنا بقى عكس دايولت. بصوا كده. هنا لطوال الكبيرة. اما هنا هقول له يا رب يكون اول سؤال ما فيوش اي مشكلة بالنسبة لكم. تعالوا يا حبيبي كده نشوف السؤال آآ نمبر اكيد انتم شاطين مركزين معايا دلوقتي. يلا مع بعض. آآ سؤال نمبر تو بقى لك. آآ يعني يلا اختار بقى الايجابة الصح. بقى لك حطينا حجر في جار. الجار ده سنتيمتر. انت في الامتحان مع نفسك كده بالراحة. واعمل رسمة كده دلجار اهو او السيندر ده. وفي سيرتي كيوبيك سنتيمتر من الووتر. تمام كده? آآ ووتر ليفل رايزز ان ذا جار اب تو فيفتي كيوبيك سنتيمتر. لما حطيت الحجر ده. المية وصلت يا ولاد لفيفتي. زي اللي ساعملنا من شوية. فيفتي كيوبيك سنتيمتر. تقول لي يا مستر عادي انا ما بخافش. هقول له ان الفوليوم ايقوال في تو ماينس في وان. في تو اللي هي الفيفتي. ماينس في وان اللي هو الحق بتاع الووتر بس هنا الفوليوم بتاع الووتر والستون يا ولاد. لو فيفتي لما تشيل منه الووتر بس يتبقى لك مين يتبقى لي يا مستر التوينتي كيوبيك سنتيمتر. لهم ما ساعته اختار نمبر اي توينتي كيوبيك سنتيمتر. طيب ده السؤال اللي بعد كده نشوف كده سنتيمتر بيكر فيلد كومبليت لي وثوتر. ركز الووتر في السؤال ده. انت عندك آآ مليان على الاخر بالماء. خلي بالك من الكلام. تمام? آآ هو حاطي بقى سنتيمتر بيكر فيلد كومبليت لي بزوتر. يعني هو مليان على الاخر وبالففتي. تمام كده? ايه اللي حصل? كوانتيتي اوف ووتر اوف وليوم توينتي كيوبيك سنتيمتر. او يعني فيه لما حط الحجر ده او الكتعة دي وقع مية في شوية مية وقعه طبعا شوية ما يكون انت عندك طبق ومليعة الاخر بالمية وجدت حطيت حاجة فيه المية حصل لها ايه? هتقول لي مستر المية هتقع. برافا لك. اهلها هيقعوا دول يا ولاد? واقعوا هنا كام قال لك واقع يا مستر توينتي. لما جم حسبوهم شوية المية اللي واقعوا لما حطيت الحديدة دي كانوا توينتي كيوبيك سنتيمتر. هو قالهو. تمام كده? السؤال بقى مستر. انا عرفت حاجة. ان على قد المية اللي بتحصلها اني حصلها او بتقع على قد من بتاع البطي. يعني ايه يا مستر المية? يعني انت لو جيبت حديدة اكبر شوية هتقع شوية مية اكتر. طب لو جيبت حديدة اصغر شوية هتقع شوية مية اقل. يعني دايما المية يا اولاد اللي بتقع او بتزاح دي وتقع في الطبق التاني دا هي اكول للوالم اف بيس او اي او البيس اي انت حطيتها. يعني يا مستر عايزت كده تقول لنا ان انا لما اجا اختار هختار ان الفوليوم بتاع الايرون دي اكوال اه سوري اه سوري هو اد المية اللي وقعت على الارض بالضبط كده بان اختار كمان كام ؟ تمام يا اولاد? ازاي بزبط كده لما تملى الطبقة زي ما قلت لكم في البيت على اخره. وتحط مثلا يعني علبة كده حجمها صغير شوية. هتوقع شوية مية صغيرين. طب حط علبة كده او علبة حديد كده تقيلة شوية وهو حجمها كبير. هتوقع كمية مية اكتر. اهو المية اللي بتقعد يبقى يا ولاد ادي الفوليوم بتاع الباضي اللي انت حطيته. تمام? يلا نكمل. اكيد طبعا بيتكلم عن فوليوم خلي بالكم من الكلام يبقى اكيد اختار كيوبك سنتيمتر. كيوبك سنتيمتر. وي كان ديترمين ذا وليوم اف ار ريجلر شايفد سمول ستون ذا دازنت ديزول في انووتر باي يوزينج خلي بالكم بها. انا عايز الفوليوم بتاع ار ريجلر شايفد بادي. بادي ار ريجلر مش منتظم. تمام? عايز الفوليوم بتاعه. هتقول لي يا ميستر انا هستخدمه طبعا البادي ده دازنت ديزول في انووتر يا ولاد ما بيضبش في المية. هستخدم له هالي ولا 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 طبعا طبعا ما ينفعش. ليه? لانه معلوش تدريج معلوش ارقام. لأ. ده الماس يا ميستر ايه اللي دخل في الموضوع? صح ولا ايه اللي دخل يلماس في الموضوع. هم نتكلم على طبعا دي يا ولاد لي انا عايزة. وهو هقلك. وكبال انا بقسم بها بتاع الباطل. فمين الصح يا ولاد طبعا بروفو عليك واكيد طبعا انا بفاهم شوية اه او اطور شوية في السؤال ممكن تكونوا عارفين ايه جدا? اسم في غير انها ممكن ما يكونش عارف. آآ نمبر ثيف نمبر فايف. آآ بيوب بلايس دفور ماربلز فور ايكوال او 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 ايكوال فوليومز ان وان هندرد كيوبك سنتيميتر يعني بالراحة بالراحة. في طالب جاب المية اللي فيه الفوليوم بتاعها الفوليوم بتاعها وان هندرد كيوبك سنتيميتر. كويس كده? اللي حصل? حط فيه فور ماربلز او ايكوال فوليوم. يعني يا مستر. حط فيه اربع قطع رخام قد بعض في الفوليوم. هنفض العمه قد بعض في الفوليوم. اللي حصل ام حط الفور بيسز او ماربل دول المية وصلت لحد يا ولاد. يعني المية وصلت لحد هناك كده مسلا. وان هندرد توينتي كيوبك سنتيميتر. السؤال بقى. كل واحدة بكم? واحد يستعجل يقولي يا مستر. دي سهلة جدا يا مستر. حطيك قلتنا في تو ماينوس في وان. وان هندرد توينتي ماينوس وان هندرد. هيطلع الفوليوم توينتي كيوبك سنتيميتر ويجري يختار نمبر سي. طبعا غلط. استنى. اللي انت جبتها دي هي الفوليوم بتاع ايه? اربع قطع. صح? ما هو اللي اربع قطع اللي عم تحطوا مع بعض. علولك المية لحد وان هندرد توينتي. بكام بتوينتي? انا عايزي البيسي الواحدة. انت قربت خلاص برافع ليك. هقول له كده ذا فوليوم اوف ايتش ماربل. الفوليوم بتاع كل ماربل ايكول التوينتي ديفايدت هم كام واحدة ديفايدت فور هيطلع فيها فايف كيوبك سنتيميتر يبقى الواحدة فيهم بفايف واجري ساعتها اختار نمبر دي يا ولاد. تمام كده? اه يا رب نكون فاهمينها. اه طبعا السؤال الاخير ده سؤال اللي هو هو طبعا اه طبعا لا اه طبعا ميدالية يعني اه معروفة خلاص ولاد انت حتى هي دي عايز بقى اللي هي انت مسلا تقيب السلندر في الوضوز ووتر نمبر تو ديترمين زي تعين الفوليوم بتاع الووتر ويبقى وان. وكزا طبعا دي يعني فمش مش هينفعني جوابها دلوقتي في النظري وخلاص ما عندناش دلوقتي. خلاص يا رب اكيد خلصنا يعني كده خلصنا اسئلة لسن لسن وان. آآ بكده آآ نكون انتهينا من الدرس الاول عملنا سريع عليه. ان شاء الله انتظروا الحصة اللي جاية هنرجع على آآ 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 ونحل اسئلة كتاب المدرسة على لسن تو. كل توفيق لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.